السفير السوري علي عبد الكريم علي أكد لصحيفة السفير أن المطلوبة من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبها على الحدود قائلا لا مصلحة لنا على الإطلاق في أن نوتر العلاقة مع لبنان ولكننا لا نستطيع أبدا أن نتنازل عن أمن سوريا وسيادتها مضيفا نتعرض للاعتداء ولم نعد مستعدين لأن نقبل بهذا الأمر